مع التقالبات الجوية اللي بتسبق فصل الشتاء ربما بتنتشر عدد كبير جدا من الفيروسات التنفسية دي فيروس الإنفلوانزا وزي فيروس الكورونا وزي كمان الأوميكرون المتطور الوافد الجديد ربما دي بقى مش عارفين نفرع ما بين دور البرد العادي وما بين دور الإنفلوانزا العادية وما بين الكورونا في ظل كمان أن حتى الأعراض اللي أنا عرفها عن الكورونا أنها تغيرت زي الكحة النشفة وزي السعال الجاف وزي أشياء كتير خلينا نعرف لو حصل لك دور برد تقدر تحدد هل هو كورونا ولا إنفلوانزا ولا أوميكرون إزاي ضيفنا النهاردة هو الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطن والمناعة سابقا في جامعة عين شمس من وراء النهاردة في سوق الصباح الخير مصر أهلا بحرككم أهلا وسهلا بحضرتكم بسؤال عند ناس كتير هو أنا عندي كورونا ولا عندي برد ولا عندي إنفلوانزا ولا عندي أوميكرون وخصوصا في ظل تغير الملامح اللي احنا عارفينها عن الكورونا لأن الكورونا شخصية هتغيرت النهاردة وعرضها ما بقتش سعال جاف بقت حاجات أقل حدة ولكن ما نعرفش بقى نقدر نفرق أو نميز ما بين التلاتة إزاي دكتور طيب في البداية لازم نكون عارفين أنه في فيروسات كتير غير الإنفلوانزا وكورونا بسبب أعراض في الجهاز تنفس العلوي زي مثلا الأدينوفيروس والرسبيراتوري سينسيتيال فيروس والإنفلوانزا فيروس بأنواعه وكمان كورونا فيروس وفي بعض الأحيان فيه ناس بيجي لأعراض شبه البرد والإنفلوانزا وما عندهاش فيروسات خالص ممكن مثلا بسبب استخدام بعض الأدوية وخاصة الأدوية البيولوجية اللي بدأ يزيد استخدامها في الفترة الأخيرة ممكن واحد لما يكون بياخد العلاج ده تظهر عليه علامات زي علامات البرد والإنفلوانزا اللي احنا عارفينها اللي هي ارتفاع بسيط في درجة الحرارة ألم في الجسم سألان الأنف واجع في الزور وسعاد في كحة ده من الأدوية من الأدوية أو من الفيروسات اللي أنا ذكرتها أيوة لكن عديك ممكن تبقى أعراض من الأدوية اللي حضرتك قلتها بضبط الأدوية البيولوجية سعاد في بداية استخدامها لبص اللهي الناس بتشتكي من أعراض شبه البرد والإنفلوانزا ويتصور أنه ده دور نتيجة إصابته بفيروس من الفيروسات اللي أنا اتكلمت عليها وعلشان كده الأعراض لوحدها الحقيقة غير كافية يعني إحنا ما نقدرش بالأعراض بس نقدر نفرق بين كل مسببات علامات شبه البرد والإنفلوانزا لكن كمان التاريخ الشخصي لكل مريض ده شيء مهم يعني إذا كان فيه نوع من المخلطة مثلا لمريض سبق فعلا أنه عنده كورونا فهنا الاحتمال أنه الإصابة دي كورونا الفرق بين سلالات كورونا المختلفة أنه في البدايات يعني سلالة ألفا وبيتا وجامع ودلتا كان الأعراض شديدة وكان بيحصل فيها التهاد في الجهاز التنفسي السفلي وكان الأشخاص دول بيحصل لهم ديء شديد في النفس ونقص في نسبة الأكسوجين وكانوا في بعض الأحيان بيحتاجوا الدخول للمستشفيات الحقيقة أوميكرون كانت أعراضه أقل حدة من أعراض السلالات السابقة وعلشان كده بقى شابه أكتر لأعراض البرد والإنفلوانزا يمكن أوميكرون بدأ يحصل فيه تحورات وظهور متحورات جديدة ممكن يكون عندها قدرة على الهروب المناعي وعلشان كده بعض الناس حتى اللي أصيبوا قبل كده بكورونا ممكن يحصل لهم إصابات برضو نفس النقص اللي خدت اللقاحات ممكن يجي لهم أعراض بإصابة تانية بسلالة من سلالات أوميكرون الجديدة اللي ممكن أنها تعمل عندهم نفس الأعراض لكن الحقيقة أن اللقاحات اللي تم استخدامها وكانت حصل نوع من إعطاء لعدد كبير جدا من المواطنين اللقاحات استطاعت أنها تقلل من حدة الأعراض ويمكن اللي احنا بنشوفه ده مش بس عشان أوميكرون بقى أقل في حدته من ناحية الأعراض وإنما كمان نتيجة أن الناس كتير خدت اللقاحات وبالتالي ده كان سبب في أن الأعراض بقت أقل والناس بتعدي عليها الأعراض دي على أنها أعراض بسيطة إحنا دلوقتي يمكن السنة اللي فاتت كنا قلقانين قوي من كورونا وعشان كده كنا بنعتبر أي شخص عنده أعراض شبه البرد والإنفلوانزا هو عنده كورونا لغاية ما يزبط العكس لكن الوضع دلوقتي يمكن بدأ يتغير للنحية الثانية إن إحنا بدأ يبقى عندنا ناس كتير عندهم أعراض شبه البرد والإنفلوانزا ويعتبرهم برد والإنفلوانزا مش كورونا إلا إذا كان عنده أعراض شديدة المنتشر دلوقتي إيه؟ كورونا ولا إنفلوانزا؟ نقدر نقول أنه أولا في العالم كله بدأ يبقى فيه إصابات كتير بكورونا والغاية دلوقتي يعني تعدت عدد الإصابات في العالم 630 مليون شخص أصيب بكورونا الولايات المتحدة الوحدها فيها أكتر من 100 مليون مصاب ولازال لسه بيحصل إصابات بكورونا لغاية دلوقتي عشان كده إحنا ما نقدرش نقول إن الجائحة انتهت لكن نقدر نقول إن الأعراض بتاعة المصابين بقت أقل بكتير إلا طبعا في الأشخاص اللي إحنا بنبقى قلقانين عليهم زي صغار السن مثلا أو كبار السن وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة أو المدمنين لأنه هنا بنشوف إنه الأعراض في الناس دول ممكن إنها تكون أكثر حدة ونلاقي عندهم أعراض شديدة وممكن كمان يبقى عندهم نتيجة الإصابة مضاعفات يحتاج فيها دخول المستشفى ويمكن أنا بحب هنا أنوح على موضوع المدمنين لأنه دول برضو من الناس اللي إصابتهم بتبقى جديدة ويمكن كان فيه خبر قبل كده كان فيه خبر في بداية الإصابات بكورونا إن فيه ست في أفريقيا كانت مصابة بالإيدز وأصيبت بكورونا ونتج عن إصابتها ظهور 30 متحور من هذه الشخصية لأنها كانت عندها ضعفة في المناعة نتيجة إنها مصابة بالإيدز طبعا أهم سبب للإصابة بالإيدز هو المدمنين دلوقتي يعني الناس اللي هي بتتلقى الحؤن بتاعة المخدرات ممكن إنها يحصل لها نقص في المناعة وبالتالي دول بيبقوا عرضة للإصابة أكتر وفي نفس الوقت هما مصدر للمتحورات طب يعني بشكل عام إزاي أفرق بين ده وما بين ده يعني فيه ناس بتقول إن فيه فيروسات كتيرة دلوقتي منتشرة بسبب هذه القصة بتقول إن كورونا حمى يدبعه سعال والإنفلونزا سعال يدبعه حمى هل الكلام ده صحيح؟ يا دكتور بمعنى آخر الناس مش فعارفة تفرق خلينا نتكلم بشكل أبسط للمواطن المشاهد الطبيعي العادي اللي بتفرج علينا أنا أقدر إزاي أفرق ما بين دور الكورونا ودور الإنفلونزا وهل الاتنين دخلوا في بعض؟ من ناحية الإكلينيكية لا طبعا من الصعب جدا ده حاجة وده حاجة؟ هم الاتنين دلوقتي الأعراض شبيهة جدا ببعض زي ما قلت تاريخ المخلطة ده شيء مهم كمان إصابة كبار السن أو الناس اللي عندهم نقص في المناعة ده يخليني الحقيقة أبحث وبالتالي هم محتاجين لعمل الاختبار علشان أتأكد إذا كان عند حد عنده أعراض شديدة فيها نقص في نسبة الأكسوجين أو زيادة في معدل التنفس ففي الحالة دي المفروض أن أنا أفحص زي ما بنقول أنه التفرق الإكلينيكية إكلينيكية يعني أنا أكشف على العيان أو أسمع بس تاريخ المرضي بتاعه فأقدر بده بس أفرق وده الحقيقة صعب في المرحلة الحالية لكن زي ما قلت فيه أشخاص مهم جدا أن أنا أتابعهم وأعمل فحوصات اللي تخليني أقدر أوصل للنتيجة طبعا فيه فحوصات بسيطة يعني مثلا لو عملنا صورة دم ولقينا أنه نسبة مثلا كرات الدم البيضة قلت وأنه فيه نقص كبير في الخلال الانفاوية ده مثلا علامة من العالمات المهمة كمان اختبار اللي هو الPCR اللي احنا بنعمله لحالات اللي فيه شك فعلا أنها عمدها إصابة في الكرون وبالتالي احنا الفحص دلوقتي على مستوى العالم والاختبارات اللي كانوا بتتعامل قبل كده لكل المرضى اللي عندهم أعراض شبه البرد والإنفلوانزة قلت يعني احنا يمكن في البداية كان فيه مباراة بالدول الغنية في أنها بتعمل عدد كبير جدا من المواطنيين اللي عندهم أعراض زي كده الاختبارات لكن دلوقتي احنا بقى فيه نوع من الاختيار للحالات اللي احنا بنعمل لها الاختبارات هو اتشال الحظر خلص من دول العالم وكل حاجة بقيت يعني ونظام الصحة العالمية قالت خلاص هو ده بسبب حاجتين مهمين لم يعد هناك جائحة يعني لأم نظام الصحة العالمية قالت أنه لم يعد هناك جائحة خلاص هو جائحة معناها إصابة عدد كبير من الدول بأعداد كبيرة من الناس لازالت الجائحة قائمة لكن الأعراض أقل واللقاحات اللي الناس حصلت عليها خلت مستوى المرض يبقى أقل شدة مما كان عليه سابقا وهي مناعة قطيع للناس اتكلمت عنها أنه الناس كلها يجلها الكورونا فابتدينا كلنا يبقى عندنا مناعة منها طيب عشان نتكلم عن اللقاحات في الشتاء لم تتعودين أنه ناس كثيرة من قبل فيروس كورونا كانوا بياخدوا لقاح الإنفلوانزا دلوقتي يستخدوا لقاح فيروس كورونا أو جرعات تنشطية من لقاح فيروس كورونا هل اللقاحات الاثنين سواء البرد أو الإنفلوانزا أو الكورونا بيتعرضوا مع بعض؟ لا مش بيتعرضوا مع بعض بالعكس نشجع الناس على أنها تاخد اللقاحات بتاعت الإنفلوانزا وخاصة اللقاحات اللي هي الحديثة اللي هي بتاعت سنة 22-23 اللي هي بتقدر تدي مناعة ضد السلالات المهيمنة على الإصابات بالإنفلوانزا كمان اللقاحات ضد الكورونا بقت مهمة جداً ولازم الناس تحصل عليها لأنه باستخدام اللقاحات بتقدر تقلل من معدلات الإصابة وفي نفس الوقت من شدة الإصابة يعني ممكن ما يحصلش إصابة نتيجة الاستخدام للقاحات أو حتى لو حصلت تبقى الإصابات أقل حدة ومش شديدة وما يحتاجش فعلاً أنه يخش المستشفيات في معظم الحالات وطبعاً الوفيات نتيجة اللقاحات كانت أقلب كتير جداً من الوفيات لما كان مفيش لقاحات قبل كتير قصة الجرعات التنشطية دي نقدر أن هي مهمة فعلاً بتوصي بها يا دكتور ولا هي ممكن يباليها أعراض جانبية وتؤثر على جهاز المناعي؟ زي ما شفنا أنه الأعراض الجانبية للقاحات كانت أعراض بسيطة وندرة وطبعاً الجرعات التنشطية بتدي فرصة لأن الجسم يقدر أنه يكون الأجسام المضادة الكافية لمنع الإصابة وعلشان كده مهم جداً في الناس الأكثر تعرضاً زي اللي بيقدموا الخدمات الطبية ومقدمة الخدمات الطبية عموماً وكمان كبار السن أو الناس اللي بتعاني من أمراض مزمنة لازم تحصل على هذه الجرعات التنشطية طيب إزاي أقدر أن أنا يعني أحمي نفسي أو أقيم نفسي تماماً من الأمراض التنفسية بشكل عام هو ده سؤال الحقيقة في مدهلة أهبية لأن الوقاية هي خير وسيلة لأن أنا فعلاً أبقى في صحة جيدة وعلشان كده الالتزام بإتيكيت الكحة والعطس أنه الناس لازم إذا اضطر أنه يكح أو يعتص يعتص في منذ يعني بعد إذنكه بعد إذنكه جماعة دي أهم الحاجات النصايح أنه بعض الناس يا دكتور للأسف للأسف بنبقى ماشيين في الشارع وشايفينهم بيعتصوا بجده وناس يعني متعلمين وكل حاجة بيعتصوا مفيش ولا لازم الواحد فعلاً الكلام ده الجائحة اللي فاتت دي أو اللي لازلنا يعني موجودة لغاية دلوقتي مهم جداً علمتنا أنه إحنا لازم نلتزم بإتيكيت العطس والكحة ده أن أنا زي ما بقول إذا اضطريت أن أنا بعمل ده في منديل ورقي وأتخلص منه بشكل آمن أو إذا ما كانش معاي المنديل يبقى في كومي علشان ما نقلش العدوى لغيري وفي الكوع من هنا كده ينش الشيء الثاني أن أنا أتجنب أن أنا أبقى متواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية وفيها زحام الحكاية دي طبعاً يمكن الدولة الحقيقة ساعدت على الحكاية دي من خلال أن إحنا بدأنا نستخدم النظام الرقمي في حاجات كتير فما بقاش فيه ضرورة أبداً للتواجد في المنشآت أو الهيئات بشكل مكسف وإن هذا بنحصل على الخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مهم طبعاً أن التطهير والتعقيم بشكل متكرر لأنه ده بيساعد على التخلص من كل الميكروبات اللي ممكن لها تكون سبب للأمراض بشكل عام كمان نحن نحافظ على مناعتنا بشكل جيد ومن ضمن وسائل الحفاظ على المناعة زي ما بنقول التغذية السليمة لكن كمان الامتنع عن الإدمان والمخدرات لأن المدمنين والناس اللي بتدمن المخدرات هم أكثر عرضة لحدوث المضاعفات والمشكلات الصحية الشديدة وفي نفس الوقت الإدمان ده بيأثر على النظام المناعي بشكل قوي جداً فبيخلي المدمنين السبب الرئيسي للوفيات فيهم العدوى والالتهابات وبعدين بعد كده الحوادث وأخيراً الجرعات الزايدة يعني المدمن عادةً مش بيموت من جرعات زايدة إلا في حالات نادرة لكن بيموت من الالتهابات بشكل كبير وخاصة إذا تعرض إلى ميكروبات ممكن أنها تكون شديدة تأثر على أعضاء الجسم الرئيسي مش زعلان حضرتك من أنه كان في حالة من الوعي وأن كنت لما تيجي تخش بنك لازم كمامة أو لما تخش مصلحة كمانة لازم كمامة وربما هذه الإجراءات بازالت متبعة في عدد كبير من الدول الأوروبية وإحنا هنا تراجعنا بشكل كبير في هذه القصة عايز أقول لحضرتك مثلا أن أنا كنت في بلد أوروبية من فترة صغيرة ممنوع طلوع الأوتوبيس للعامة إلا إذا كنت لابس الكمامة يعني بدأ من مكان مغلق بس والله كنا عملنا خطوات كويسة جدا في القصة دي بدأنا كويس يعني والمفروض أن احنا استفدنا من التزامنا بأساليب الوقاية وبالتالي لازم الحفاظ على ده لأنه حتى لو كنا بنتكلم على بردة أو في الوانزة أو أعراض حتى بسيطة فسبب مهم لها هو انتقال العدوى نتيجة التواجد في أماكن مغلقة وقريبين من بعض وفي وسطنا مريض عشان كده لازم أي حد بيشعر بإحساسه أنه عنده مشكلة مرضية مفروض أنه يتوجه للطبيب ويبطل بقى ياخد الأدوية اللي بشكل عشوائي لأنه احنا بنشوف مثلا حالات وفيات حصلت نتيجة الناس اللي بتستخدم الحعن اللي فيها يعني أكتر من مادة كورتزون ومضادة حية ومسكن وبعدين نبص نلاقيه ده يأمل في أنه هو يخف بنغير ما يحصل على الدواء المناسب ليه بقينا نشوف دلوقتي حساسية عند الأطفال بالذات اللي بيروحوا مدرسة الأولاد الصغيرين من الجو عمتا بالذات في وقت تغيير الفصول وبقينا نشوف كتير إنهم بيستخدموا هالمشين تحت البخار ليه ده بقى؟ والله فيه أسباب كتير يعني من ضمن مثلا أسباب حالة الحظر اللي كانت موجودة أثناء السنتين اللي فاتوا خلوا تعرض الأطفال دول لمسببات الحساسية أقل فلما بدأوا يرجعوا مرة تانية يمرسوا الحياة بشكل كبير بدأ يبقى عندهم أو يظهر في وسطهم الناس اللي عندهم حسية أو أعداد من الناس اللي عندها حساسية طبعا من ضمن الحاجات اللي هي تشخيص المبكر للحالات اللي زي كده علشان ما يحصلش أي تفاقم للأعراض والبص اللي لاقي نفسنا مضطرين أن احنا ناخد أدوية بشكل مزمن أو مستمر يعني نصايحك يا دكتور نقدر نقول للناس وخصوصا كبير السنة طبعا وأصحاب أمراض المناعة إزاي نتجنب نختالط أو كيف أنا بتاعد يعني الانفروانزة أو الكورونا أو ما في لاته نمرت واحدة الحصول على اللقاح لأنه اللقاح فعلا إدانا مساحة لأننا يبقى عندنا أكسام مضادة تقدر تحمينا ودي متخصصة بجور عادة تنشطي بالزابة دي نمرت واحد نمرت اتنين الالتزام بأساليب الوقاية أساليب الوقاية دي يعني كلها حاجات بسيطة إننا حساسية دي بشكل متكرر إننا لو اضطريت إننا أكون موجود في أماكن مزلحمة ومغلقة إننا ألبس كمامة علشان ما عديش نفسي إننا ألتزم بزي ما قولنا إتيكيت العطس والكحة التغذية السليمة وممارسة الرياضة والبعد عن المخدرات أو الحاجات اللي ممكن إنها تقلل من مقاومتي للأمراض يعني في النهاية بنقول لكل المشاهدين الوقاية خيروا من العلاج وعشان ما ندخلش في الدوامة بتاعت ده برد ولا كورونا نعمل اللي احنا متعودين عليه بقلنا كتير نرجعتين نلبس المسكات بتاعتنا وإحنا في أماكن مزدحمة اللي قحد أهم حاجة وجرعات التنشطية غسل اليدين الحاجات اللي احنا متعودين عليه بقلنا كتير قوي بكل شكر لك الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة سابقا بجامعة عين شمس شكرا لك يا فندم على وجودك معي شكرا جزيلا